أولا فيما يتعلق بالميدان وإطلاق الصواريخ من لبنان والغارات الإسرائيلية أولا صفرات الإنذار التي انطلقت في كريات شموني واستهداف كريات شموني أتى في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء البلديات ورؤساء السلطات المحلية للتجمعات السكانية في الشمال في كريات شموني من أجل الخروج بموقف يعارض التوصل إلى وقف إطلاق نار الآن والدعوة إلى استمرار الحرب واستمرار الضغط على حزب الله والدخول في عملية برية رؤساء البلديات في الشمال لا يؤيدون وقف إطلاق النار الآن يريدون حربا واسعة يريدون أن يستمر الجيش الإسرائيلي في العمليات وحتى يؤيدون العملية البرية هؤلاء يقولون أن الآن فرصة كل السلطات المحلية في خط التماس تم إخلاؤها بالتالي لا يوجد سكان لا يوجد ضغط على السكان يقولون بأن إسرائيل وجهت ضربات لحزب الله والآن وقف إطلاق النار سيعطي لحزب الله فرصة لاستعادة قوته وبالتالي يطالبون باستمرار القتال على صعيد الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالمعابر بين سوريا ولبنان الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه المعابر تستخدم لتهريب السلاح من سوريا إلى حزب الله وأن حزب الله يريد تكثيف تهريب هذه الأسلحة من أجل تعويض ما خسره في الأيام الأخيرة بسبب الغارات الإسرائيلية الكثيفة على أسلحة حزب الله وبالتالي هم يقولون بأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بإدخال هذه الأسلحة إلى لبنان فيما يتعلق بالمفاوضات قبل قليل مصادر دبلوماسية غربية صرحت لهاءارتس بأن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ضرورة استمرار الحرب والتصريحات الحربجية إن صح الخول خاصة هنا يذكرون تصريح أو بيان تغريدة وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس والتي يدعو فيها لاستمرار الحرب يقولون بأن مثل هذه التصريحات من مسؤولين إسرائيليين تضر بالمفاوضات وقد تؤدي إلى تدهور الأمور نحو الحرب الشاملة وبالتالي ينتقدون هذه التصريحات من مسؤولين إسرائيليين نتنياهو على عكس ربما تصريح كاتس نتنياهو تصريحه كان به بعض الضبابية يقول بأن وقف إطلاق النار هو مقترح أمريكي فرنسي لم يرد عليه نتنياهو لغاية الآن بما معناه أنه يمكن أن يقبل به نتنياهو ويمكن أن يرفضه نتنياهو لم ينفي إمكانية قبول هذا المقترح رغم أنه يتحدث عن أنه لم يعطي تعليمات لا بوقف إطلاق النار ولا بتهدئة الغارات على الأقل في الوضع الراهن إلى حين وصوله إلى نيويورك وربما الدخول في مفاوضات قد يوافق فيها نتنياهو على وقف إطلاق النار طبعا موقف نتنياهو هذا بالأساس موجه للداخل الإسرائيلي للمعارضة الداخلية في حكومته هو هناك الكثير من الأصوات تدعو إلى استمرار الحرب حتى خارج الاتلاف الحكومي هذا لا يعني بأن الحكومة فقط أو أعضاء اليمين يعارضون هذا حتى في اليسار الإسرائيلي في المعارضة الإسرائيلية هناك من يقول بأنه يجب الاستمرار في الحرب وفي القتال وعدم إعطاء فرصة لحزب الله خاصة عند الحديث عن ثلاثة أسابيع في إسرائيل يقولون بأن ثلاثة أسابيع هي كبيرة جدا مهلة طويلة جدا لحزب الله لاستعادة قوته وترتيب صفوفه من جديد نعم شكرا لك نضال كناعنا محرشون الإسرائيلية في سكاينيوس عربية أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات وقفة لقنار بين حزب الله وإسرائيل لسكاينيوس عربية أن المناقشات ليست مرتبطة بلبنان فقط بل تشمل قطاع غزة وأشارت المصادر لأن مقترحة هدنة الواحد وعشرين يوما والذي قدمته واشنطن يشمل القطاع ولبنان وأشارت المصادر إلى أن حزب الله لا يزال على موقفه بعدم فك الارتباط بين جبهتين لبنان وقطاع غزة مشيرة إلى أن رئيس البرلمان اللبنانيين بهبري ينصح حزب الله ولكن يستحيل الضغط على الحزب بحسب تلك المصادر أكد مكتب نتنياهول أن الأنباء عن وقفة لقنار مع حزب الله غير صحيحة مشيرا إلى أن رئيس الوزراء لن يعترده على مقترح التهدي الأمريكي الفرنسي وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الحديث عن تعليمات عن تهديئة أو تهديئة العبليات العسكرية في الشبال مخالفة للحقيقة مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أو عزل الجيش بالاستمرار في القتال بكل قوة ووفقا للمخطط الموضوع وكانت وسائل أعلام إسرائيلية قد نقلت عن مسؤول في بكتب نتنياهو أن هناك ضوء أخضر لوقف اطلاق النار في جبهة الشمال لأفساح المجال للمفاوضات وقد حصلت سكاينيوس عربية على مبادرة أطلقها رئيس مجلس النواب اللبنانيين بهبر بشأن وقف الحرب بين حزب الله والجيش الإسرائيلي وأتدعى المبادرة إلى وقف التصعيد بالكامل وصولا لتنفيذ القرار 1701 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعتبر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن البيانة المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية لوقف فوري مؤقت لإطلاق النار في لبنان يمثل اختراقا مهما وضف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تأمل في أن تؤدي هذه الدعوة إلى تحفيز الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة وإطلاق صراح الرهائن في قطاع غزة وأوضح البيان أن الوضع بين لبنان وإسرائيل يشكل خطرا باتجاه التصعيد الإقليمي كما تضمن دعوة لوقف فوري لإطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع على الحدود بين لبنان وإسرائيل مشيرا إلى أن الوقت قطحا لإبرام تسويات تمكن المدنيين على جانبي الحدود للعودة لديارهم قبل أن تتحول أجهزاء واسعة من منطقة الشرق الأوسط إلى برميل بارود على وقع التصعيد العسكري بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي تبذل جهود دولية وإقليمية لإحتوائه وآخر ما ورد في هذا الاتجاه بيان صادر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية يدعو إلى وقف فوري مؤقت لإطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما البيان الذي شدد على أهمية خفض التصعيد أكد أن الوقت الراهن مناسب تماما لإبرام تسوية سياسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم لأن الحرب تشكل خطرا باتجاه التصعيد الأقليمي لذا نجد هنا أن مسؤولا أمريكيا يقول إن واشنطن تأمل في أن تؤدي هذه الدعوة إلى تحفيز الجهود الرامية للتواصل إلى هدنة وإطلاق صراح الرهاء في قطاع غزة وفي سياق هذه المستجدات حصلت سكاينيوز عربية على تفاصيل خطة أمريكية تطالب بتنفيذ القرار 1701 ووقف التصعيد الحالي مع إسرائيل وإنسحاب حزب الله إلى موراء نهر الليطاني واللافت هنا أن الخطة الأمريكية تقوم على مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف حرب غزة لكون واشنطن تحاول تفادي حرب أقليمية إذا شنت إسرائيل عملية برية في لبنان وما طرح من جهود يثير تساؤلا عن مدى استجابة طرفي الصراع لها فحزب الله قال إنه يتجاوب مع التسوية لكنه شدد على أن الهجمات لن تتوقف على شمال إسرائيل إلا بوقف حرب غزة وبينما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياه انفتاحه على الجهود المبذولة لكنه بالطبع لم يعطي إجابة قاطعة بسبب رغبته لبنان عن جهود غزة وعلى رمضة الوزراء المبلوماسية وقت الراهن على صوت الحرب قليلا لكنها تأتي وسط تأكيد مصادر أمريكية أن فرص التوصل إلى تسوية ضئيلة للغاية ينضم لنا الآن من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو وينضم لنا أيضا من ربالة الخبير في الشيون الإسرائيلية عسمة منصور أهلا بكم ودعني أبدأ معك العميد خليل قبل أن نأخذ قراءة على كل هذه القراءة من قراءة ميدان وما يقوم في ألبس الآن كما تبعنا بأن الغراطة الإسرائيلية وطيرتها ازدادت كفافته لربما هذا تطور يمكن القول لحد ما على مدى الأيام القليلة الماضية بأنه تطور طبيعي لكن اليوم تزامن هذه الجهود السياسية للوصول إلى التهدئة هل هو تصعيد قبل التهدئة برأيك؟ تصعيد قبل التهدئة الشق الأول هو الصحيح هو تصعيد ولا أرى حتى هذه اللحظة بوادر تهدئة من الجانب الإسرائيلي دعينا نجز نعمل إجاز لما حصل منذ 17 شهر 17 أيلول الحالي حتى اليوم نحن في 26 أيلول يعني منذ 9 أيام في 17 أيلول تم تفجير البيجرات وإصابة 2500 شخص من حزب الله مدنيين وعسكريين بإصابات مهمة اليوم الثاني تفجير ألا سلكي إصابات أكثر وأكثر وقتل أكثر وأكثر وبدأت الحملة الجوية حتى الآن هناك أكثر من 2400 هدف ضربوا في لبنان على مدار الساعة وهذه الأهداف التي تضرب وفقا لما نراه على الفيديو أولا القزائف هي ثقيلة جدا وليست صواريخ من مسيرات إنها ذخائر جوية زنت الواحدة على الأقل بين 250 والألف كيلو وهذا يعني أن المنشآت التي يقول إسرائيليون أنهم يضربوها هي مخازن أسلحة ومخازن ذخيرة للحزب الله والبعض منها يتفجر على مرأة من الكاميرات وإذا ربطنا ذلك بالاغتيالات السابقة التي حصلت للكوادر المتوسطة لحزب الله خلال العام الماضي وخسائره البشرية التي تجاوزت 500 شاب مقاتل سقطوا بنيران إسرائيل هذه الحصيلة هي حصيلة ثقيلة جدا وحتى حزب الله اعترف بأنه تلقى ضربة كبيرة ومن الطبيعي حتى لو كان جيش نظامي في العالم يتلقى ضربات كهذه هذا يعني أن قدراته انخفضت من الناحية الإسرائيلية أكيد هناك خسائر للإسرائيليين تحت ضربات حزب الله أكانت في التقنات وعدد القتلى العسكريين ولو كانت النسبة ضئيلة جدا نسبة للخسائر في الجانب اللبناني يعني هذه هي الحصيلة هلأ الذي يحصل الآن الذي يحصل الآن وبسرعة يعني استمرار إسرائيل في شن حملتها لإضعاف حزب الله تمهيدا لعمل بري محتمل قراره في الحكومة الإسرائيلية وليس بيد الجيش ومنع حزب الله من اختراق الحدود حزب الله في المقابل بإمكانياته المتواضعة ما زال يمنع إسرائيل من تحقيق هدفها الاستراتيجي وهو عودة سكان إسرائيل إلى الشمال وهو يعني إحلال السلام على جانبي الحدود والقدرات حزب الله المتواضعة تستمر بالرماية على إسرائيل لبل في العمق الإسرائيلي يعني بتعبير آخر العميد خليل أنت تقول بأنه كل محققته إسرائيل حتى اللحظة لربما من تقدم أو تفوق حتى عسكري سيطرح تساؤل لماذا على إسرائيل اليوم أن توافق على أي تهدئة؟ إسرائيل إذا كانت توافق على تهدئة في حال قبل حزب الله بتطبيق القرار 17-01 وتحت الضغط الأمريكي يعني الضغط أمريكي على إسرائيل أمريكا تضغط بقوة كبيرة جدا على إسرائيل لعدم القيام بعمل بري في لبنان لأنها الانفتاح بينها وبين إيران يزداد بوتيرة مرتفعة جدا ولا تريد تخريبه وبالتالي أي عمل بري إسرائيلي داخل لبنان ممكن أن يسيء إلى هذا التقارب وبالتالي إسرائيل لا يمكنها إلا أن تتجاوب ولكن حتى حدود معينة وبالتالي التوقف إذا قررت إسرائيل وقت في هذه الحملة هو أولا نتيجة لتنازل ما من حزب الله وهذا لا يبدو يعني مبادرة الرئيس بري كما ذكرتموها هي واضحة ليس هناك انسحاب من جنوب الليطانية هناك محاولة تهدئة وعدم تدعيم المراكز يعني ما عملنا شيء